بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد من قناة ميديو فيزيكس اليوم إن شاء الله رح نتكلم عن الامر آي أو التصوير بالرنين المغناطيسي يساعد التصوير بالرنين المغناطيسي أو ما يعرف بالامر آي لطباء على تحت وعلاج المشاكل الطبية يستخدم الامر آي موجات راديو مغناطيسية قوية وجهاز كمبيوتر لعمل الصور داخل جسم الإنسان صور الامر آي دقيقة جدا مقارنة مع بقية أجهزة التصوير هناك العديد من الأسباب التي تستدعي عمل صورة الامر آي مثلا يستخدم للكشف عن نزيف دموي مثل نزيف الدماغ أو البريين بليدينج تغيرات داخل الدماغ أو البريين تشينجينج مثل الجلطة الدموية أو الاستروك مشاكل في العمود الفقري مثل الدسك أو الهير نييتد دسك وتمزقات داخل مفاصل إنجلي انسايد بادي مثل تمزق الرباط الصليبي في الركبة أو تيرن أوف انتيريار كورشييت لجمينت قبل القيام بالفحص الامر آي يتوجب عليك إزال جميع المعادن وتعتبر غير آمنة في بعض الحالات الطبية مثل زراعة صمامات القلب أو الهارت امبلانتز يتوجب عليك إخبار تقني تصوير الامر آي عن أي جهاز مزروع داخل جسمك أو أي عملية زراعية مثل البيس ميكر أو منظم دقات القلب في العمل صورة الامر آي يستلق المريض على الطاولة خارج الجهاز يعتبر جهاز الامر آي مزعج للغاية Very Noising لذلك يمكنك استخدام السماعات Airplug أو الهيدفون يمكن استخدام العديد من المعدات خلال الفحص مثل المخدات البلوز والأشفطة للسترابس للحفاظ على الوضعية الصحيحة للفحص عندما يكون المريض جاهز للتصوير ستدخل الطاولة فيه داخل جهاز التصوير معظم أجهزة التصوير الامر آي مغلقة بحيث أن المساحة داخل الجهاز تكون ضيقة بعض الأجهزة تكون مفتوحة أو Open Scanner في هذا النوع يكون الجهاز مفتوح من بعض الجهات لذلك لا تكون المريض محاطا بجميع الاتجاهات من الجهاز ولكن الصورة تكون غير واضحة كفاية في هذا النوع مقارنة مع الـ Close Scanner في كل النوعين يعمل تقني تصوير الامر آي في غرفة أخرى غير غرفة الفحص تسمى بالـ Control Room يسمح لك بالتحدث مع التقني من خلال مكبر صوت ثناء الاتجاه Two-Ways Speaker خلال الفحص ينتج المغناطيس الموجود في الجهاز حق المغناطيسي قوي جدا ولكنه غير ضار بالنسبة للمريض بعد ذلك يرسل الجهاز موجات الراديو خلال جسم المريض وهي غير ضارة أيضا بالنسبة له عند إغلاق موجات الراديو يقوم الجهاز بالتقاط الطاقات من جسم المريض هذه الإشارات تستخدم لإنتاج الصور باستخدام علم اللغراتميات في جهاز الكمبيوتر خلال الفحص يتوجب على المريض الثبات للحصول على صورة أكثر وضوحا قد يطلب منك أخذ نفس عميق وكتمه لوقت قصير فحص الامر آي يستقرق من 30 إلى 45 دقيقة وأحيانا أكثر حسب نوع الفحص المراد عمله في بعض الحالات يتم إعطاء مادة ملونة أو كونترست ميديا من نوع الجادولينيو تستخدم الكنترست ميديا في إنتاج صور أكثر دقة في بعض الحالات اتبعا إلى نوع المرض المراد الكشف عنه بعد الانتهاء من صورة الأمر آي يمكنك العودة إلى ممارسة نشاطاتك اليومية بشكل طبيعي إذا أخذت صورة الأمر آي مع مادة ملونة قد يطلب منك بشرب الكثير من الماء والسوائل لمساعدة الكلا على التخلص من الكنترست ميديا